وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم برنامج فتاوى مرحبين بضيفنا الكريم علي الشيخ عبدالله بن سلمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملكي والذي سوف يجيب عن أسئلتكم بمشيئة الله تعالى السلام عليكم الشيخ عبدالله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حييك تحية مباركة طيبة كما أحيي إخواني ألقائمنا ببث هذا اللقاء وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه والله المستعان اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء وذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وعبر أيضا الرسائل النصية فقط صفر خمسة صفر واحد سبعة ثمانية خمسة خمسة ثلاثة ستة حياكم الله بداية معالي الشيق حفظكم الله من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج مدح أهل العلم يمدحون السجود والركوع يتحدثون عن خصائصه ولعلكم أيضا في مستهل هذه الحلقة بارك الله فيكم تتحدثون عن هذه الخصائص الدالة على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله نفتتع هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وجنبناه اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولحق أنت ولينا وأنت مولانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم الإجابة على هذا السؤال أولا نشكر السائل على إتاحة هذا السؤال المبارك الذي هو في الواقع يتحدث عن أحب حال من الأحوال من الله من الله سبحانه وتعالى لعباده فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة وجعلها أحد أركان الإسلام بل هي أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين والله سبحانه وتعالى بلغ أو كلف رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق رسول عن طريق عبده جبريل عليه السلام كلفه بنقل الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبليغها فكافة الأحكام وكافة الأوامر والمناهي كلها بلغت عن طريق جبريل عليه السلام إلا الصلاة فالصلاة لها شأن عظيم الله سبحانه وتعالى تولى مباشرة فرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إبلاغه أمته أهمية هذه العبادة وهي الصلاة فهي صلة العبد بربه ونحن حينما نستعرض الصلاة نجدها في الواقع كلها مبنية على التقدير والإجلال والتعظيم والخشوع والخلوع والتذلل لله سبحانه وتعالى فإذا هي مخ العبادة الصلاة الدعاء مخ العبادة والعبادة الصلاة هي مخوة فعلى كل حال لا شك أننا حينما يعني لو أردنا أن نستعرض الصلاة من أولها إلى آخرها لو وجدناها مليئة بالصور المشرقة المعبرة عن مقداري وعن مدى التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى ولكن السؤال الآن السائل يسأل عن السجود والركوع ولا شك أننا حينما ننظر في كتاب الله نجد أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بتأكيد بتأكيد الصلاة وأهميتها ولا سيما فيما يتعلق بالركوع والسجود ففيه آيات كثيرة تحدثت عن ركوع السجود لماذا كان الركوع من أهم عناصر الصلاة السبب في ذلك والله أعلم هو أن الإنحنى لا يكون إلا لمن هو عظيم ولهذا لا يجوج الإنحناء لغير الله سبحانه وتعالى والإنحناء الذي هو الركوع هو في الواقع نوع من التعظيم ولهذا والمسلي ينحني يعني يركع في ركوعه وينحني هو في الواقع هذا الركوع وهو يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يتذكر من هم العظماء ثم بعد ذلك يسارع ليفرد العظمة لله سبحانه وتعالى ويسبحه وينزهه عن أن يكون هناك شريك له في هذا التعظيم والإجلال فإذا الركوع لا شك أنه سر الصلاة وأنه في الواقع يعني يعتبر من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه من حيث التعظيم والإجلال نأتي حفظكم الله إلى السجود والسجود معروف حاله ما هو حال السجود؟ هو أن تضع أعز شيء لديك وهو جبهتك وأنفك تضعه في التواب الذي هو محل إذلال محل يعني عدم احترام وتقدير ولكنك تذل أعز لديك لله سبحانه وتعالى ثم كذلك تبرز أهم شيء من الأمور التي لا تبرز ولكنك تبرز هذا الشيء وتضع أعز شيء لديك في التراب وهذا إذلال أو منتهى الإذلال ومنتهى الخشوع ومنتهى التضرع ومنتهى الخنوع لله سبحانه وتعالى وأنت في ذلك تتذكر وأنت في هذه الحال وقد وضعت أعز شيء لديك في جسدك وضعته في التراب تتذكر العظمات والكبرياء والجبروت وما يتعلق بهذا كله فتفرد الله سبحانه وتعالى بذلك وحده لا شريك له فتقول سبحان ربي الأعلى هو أعلى من أي عظيم أو من أي كبير ونحب ذلك كل هذا فهو سبحانه وتعالى الأعز الأعظم الأجل لا شك في ذلك فأنت تشعر بهذه المشاعر وتعبر عن ذلك بالشعور نحن الآن حينما ننظر الآن يعني ممكن أننا نأتي بمثال قريب وهو أن الولد البار بأمه أو بأبيه ماذا يكون من بره تجده يسارع في تقبيل قدمي أمه أو أبيه وهذا نوع من التدلل لمن؟ لأبيه وأمه فأنت حينما تكون على حال من هذا السجود يكون سجودك تعبيرا عن أعظم حال وأدق حال من حيث الإجلال والتعظيم وشعورك بالذلة والمهانة والحقارة أمام رب العالمين وبناء على أنت تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى متذكرا صفات العلو كلها وتفرد الله سبحانه وتعالى بها وفي نفس الأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويدرك ذلك ويقول وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجابلكم لماذا؟ لأنك في حال منتهى أحوال التضرع والتذلل والاستكانة لله سبحانه وتعالى وبناء على هذا فالله سبحانه وتعالى يقدر لك هذا الموقف وتكون جديرا بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك فإذا لا غرابة في أن الركوع والسجود هما من أخص خصائص الحركات في الصلاة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا في من هدى وأن يوفقنا وأن يجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا ومن السامعين والمشاهدين وذرياتهم والله مستهى متواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات من خلال حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى مع ضيفنا الكريم علي الشيخ عبدالله بن سلمان المنيع أحسن الله إليكم هذا يسأل ويقول احتج بعض العلماء بين أن الإنسان حر في تدينه بقوله تعالى لا إكراه في الدين وبقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فما الرد عليه نعم مع الأسف الشديد احتج بعض الدهريين ومن هم في مسواهم أو قريبين منهم على أساس أن الإنسان له الحرية الكاملة في التدين يكون يهودي يكون نصراني يكون مسلم يكون بودي الذي يختاره عقله له الحق في أن يتدين به فالله سبحانه وتعالى يتوعد أصحاب هذه المشاعر الخبيثة يتوعدهم فيقول قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فطالما أن طريق الرشاد واضح وطريق الغي واضح فالويل لمن يسلك طريق الغي ويترك طريق الرشاد فلا إكراه في الدين بعد أن تبين والمسؤولية عليك أيها الإنسان الذي تختار لنفسك طريقا تكون نتيجته السوء وسوء العاقبة ولا حول قوته إلا بالله فعلك فالله سبحانه وتعالى قال في آية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا جاء على سبيل التهديد وعلى سبيل شدة الوعيد وفي نفس الأمر كذلك قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وطالما أن الرشد قد تبين وأن الرشد قد تبين وأن الرشد هو اتباع الصراط المستقيم فإذن يا وي لك يا من تنحرق عن الصراط المستقيم إلى صراط الغي وأنت على ما تريد مما ستحاسب عليه وستنال آثاره السيئة فإن كنت من أهل الهداية فالخير أمامك وأن رضاة الله سبحانه وتعالى أنت أهل لها وإن كنت اخترت طريق الغواية وطريق الضلال والعياذ بالله فلا حول ولا قوة إلا بالله وأمامك ما يسوءك في حياتك الدنيا وفي الآخرة فإذن هذه الآيات ليست على سبيل إعطاء الإنسان الخيار وإنما هي على طريق التحديد والتحدي على أساس أن من يسلك الطريق السوي فله الخير الكثير ومن يسلك الطريق السيء فله سوء العاقبة والعياذ بالله وبناء على هذا فالقول هؤلاء الملاعدة الذين يقولون بأن هذه الآيات تدل على حرية التدين قول باطل وإنما هي آيات كريمة تعطي التحدي والتهديد والترهيد من أن يسلك الإنسان طريقا لا سبيل لا سبيل إلي لا أثره أثره الغواية والضلال والعياذ بالله وسوء العاقبة في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة نعم بارك الله فيكم أيضا من الاحتجاجات حفظكم الله هذا احتج بعض علماء الصوفية أن الدعاء عند القبور مشروع بدليل تفقد عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته في البقيع يدعو من رد عليهم الرد على هؤلاء بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا كان يفعل ما يأمر به فهو صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة فرسولنا صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى القبور أولا حيا أصحاب التعية الشرعية السلام عليكم دارا قوم المؤمنين إلى آخر التعية التي أخبرنا وعلمنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم هو في نفسه صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل البقيع بالرحمة والمغفرة ويتذكر الآخرة وأن المصير هو مصيرهم وأن الإنسان مهما كان فهو متجه إلى الحياة الآخرة فهو يتذكر وفي هذا التذكر المزيد من سقاية التقوى لتنمو وتعطي ثمارها اليانعة فإذا النفس الصوفية حينما يذهبون إلى القبور لا يدعون إلى القبور وإنما يدعون أهل القبور ويدعون فيهم القدرة على المنع والضر والنفع والقبض ونحو ذلك فهذا فيه فارق كبير رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى المقبرة لتذكر الآخرة جاء إلى المقبرة للدعاء لإخوانه جاء إلى المقبرة لتعليم المسلمين أن المقبرة أو أن زيارة القبور تذكر الآخرة وتنمي التقوى فإذا فارق كبير بين ما يقصده الصوفية وغيرهم ممن يتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى في دفع ضر أو جلب نفع ورسولنا صلى الله عليه وسلم متعلق بالله فعيش رضي الله عنها حينما فقدته وبحثت عنه وجدته يبتل إلى رب سبحانه وتعالى في منظره النتيجة التي إليها جميع أهل الحياة اللهم استعال اللهم أمين واجزاكم الله خير الجزاء الشيخ عبد الله هذا يسأل يقول هل يصح نقل عبء الإثبات إلى الأمناء الوكيل والمضارب والوصي الولي في حال الادعاء عليهم بالتفريط والتعدي في التصرف أولا من المعلوم بأن الأمين لا يضمن أي شيء يكون خللا في تصرفه إذا لم يكن منه تفريط ولا تقصير ولا إهمال وإنما كان ذلك بعرك الحال يعني بأحوال التصرف وهل يعني وافقه نصيب في ذلك أو لا فعرك الحال يعني هو هذا وبناء على هذا أصل أصل ذمة كل واحد البراءة لأنه بريء فهو أمين وطالما أنه أمين فهو بريء من أن يقال بأنه تصرف تصرفا فيه تقصير وفيه إهمال فإذا نعم إذا جاء من هو مختص أو من هو أهل لموضوع الولاية هذه الولاية سواء كانت وكالة أو كانت وصاية أو كانت ولاية أو كانت كذلك أو كانت مضاربة كل ذلك يعتبرون أمنا فهم مقبول منهم ما يقولونه وإذا الدعية عليهم فلا يقال ما يجوز للدعاء عليهم ممكن أن يدعى عليهم بالتقصير وبالإهمال لكن الدعوة يجب أن تكون أن تكون بينة الدعوة من المدعي البينة على المدعي واليمين على من أنكر فإذا المدعي مدعي الإهمال أو التقصير أو العدوان كل ذلك ينبغي أن يكون من مدعي ذلك وأما الأمين الذي هو وكيل أو وصي أو ولي أو نحو ذلك فهؤلاء هم حينما ينكرون فالبينة على المدعي ويمكن أن تتجه اليمين يوجه القاضي اليمين إلى هذا المدعى عليه بالتقصير فيحلث على نفي نفي الدعوة من تقصيره أو إهماله وبناء على هذا فإذا عبء الإثبات يكون على من يكون على المدعي مدعي التقصير على الوكيل أو الأمين أو الوصي أو الولي كل هؤلاء لا يطلب منهم إثبات وإنما يطلب الإثبات ممن يدعيه وعلى الأمين عليه اليمين في نفي هذه الدعوة أحسن الله إليكم طيب يا شيخ عبد الله بارك الله فيكم ما هي اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هي اليمين التي يقتطع بها حق مسلم فمثلا إنسان عليه دين لآخر ثم أنكره ما أنكره ففي نفس الأمر وعجز صاحب الحق عن إثبات حقه تتجه اليمين إلى المدعى عليه فهو وهو يعرف بأن في ذمته دين لأخيه المدعي ومع ذلك ينكره ويعرف اليمين اليمين على أنه ليس في ذمة هذه هي اليمين الغموس والعياذ بالله وهي من أعظم من أعظم الذنوب والخطايا جزاك الله خير يا شيخ عبد الله بارك الله فيك هذا يسأل يقول بعض الأئمة في التراويح يكتفون بقراءة الاستفتاح بالتسليمها الأولى ويقولون إن الاستفتاح فيها يسر على جميع التسليمات هل هذا صحيح؟ والله ما أظن أن هذا صحيح لأن كل تسليمة مستقلة بتكبيرها وتسليمها فرسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة تبدأ بالتكبير تعريمها التكبير وتحليلها التسليم فطالما أن كل تسليمة مستقلة بأركانها وشروطها وواجباتها وشلنها القولية والفعلية فإذا ما الذي يجعلنا نقول بأن الاستفتاح يسري على جميع التسليمات التي هي في التراويح أو في غير التراويح كذلك ممكن أن يكون في التهجد يتهجد أربع تسليمات خمس تسليمات لكن ينبغي له على سبيل الاستعباب ينبغي له على سبيل الاستعباب أن يستفتح كل تسليمة بدعاء الاستفتاح جزاء الله السائل خير الجزاء ذكرنا بشهر رمضان المبارك يا شيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع أن يبلغنا هذا الشهر الفضيل المبارك الدعاء بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان نعم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدعو هذا الدعاء ونحن نتبعه صلى الله عليه وسلم ونقتذي به ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا في شهر رمضان ويمن علينا بالمغفرة والرحمة والعتق من النظر أحسن الله ليكم وأثابكم الله هذا يقول ما وجه القول بأن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أسلم وأعلم وأحكم من غيرهم لا شك في ذلك هناك مع الأسف الشديد مجموعة من فرق الضلال يتحدثون عن صفات الله فيقولون هو شميع بلا سمع بصير بلا بصر لماذا؟ يقولون الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله يقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا ليس كمثله شيء هذا يعني أنه ليس سميعا ولا بصيرا فنحن نقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر يعني نتفق مع هذه الآية وهذا في الواقع سوء فهم لهاتين الصفتين وهكذا جميع الصفات بعضهم يقول والله لا نثبت لله إلا عشرين صفة بعضهم لا يثبتون لله صفات بعضهم يقولون إن القرآن وهو كلام الله وهو صفة من الصفات الذاتية وهو يقولون بأنه مخلوق والله لا يتكلم إلى آخره فعلى كل حال ما الذي أنت أيها الذي تقول هذا القول هل رأيت ربك الجواب لا هل بلغك رسول من رسل الله أو أنبيائه أن الله في صفاته كذا وكذا لا والله الله سبحانه وتعالى أثبت لنا هذه الصفات له نعم أثبت كذلك له رسوله صلى الله عليه وسلم أو رسله أنبيائه نعم إذا كان كذلك فنحن في الواقع نثبت ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسله رضوان الله عليهم وعليهم الصلاة والسلام وفي نفس الأمر ونحن نثبت لا نشبه ليس كمثل شيء فنقول سميع لكنه سمع لائق بجلاله وعظمته بصير 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 صفة نثبتها له لكنها لائقة بجلاله وعظمته لا نقول كبصر المخلوق ولا نقول كبصر كذا وإنما نقول الله سميع بصير له وجه وله يدان وله ساق وله وله إلى آخره ما جاء في أسمائه وصفاته ولكننا نثبتها لله من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكهيف وعلى في الواقع هو القول الأسلم أسلم لماذا؟ لأننا حينما نقول سميع بلا سم معنا ذلك أنا أحد سميع بلا سم أنا ما هو معقول أبدا فعلى كل حال فنحن الآن ننفي عن رب العالمين صفاته أو أن يأتي بعد كذلك من يأتي ويشبه ويقول الله سميع كسمعنا بصير كبصرنا ينزل كنزولنا إلى آخر فهذا كذلك يعني من الضلال ومن الغلو ومن الحراب في أسماء الله وصفاته فنحن نقول لا شك أن معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هو المعتقد السليم وهو المعتقد الحكيم وهو المعتقد الذي ينفي عن صاحب هذا الاعتقاد أي تعارض فهو يثبت لله ما أثبته وينفي عن الله ما نفاه وأسماء الله وصفاته لا يقول إنها هي ألفاظ ليس لها معنى بل للأمر كما قال الإمام مالك حينما جاءه من سأله عن الاستواء كيف استواء الله فقال الاستواء معلوم يعني معلوم من حيث المعنى اللفظ يدل على المعنى الاستواء معلوم والكيف مجهول لأنه ما في أحد منا معشر خلق الله من إنس وجن وملائكة رأى ربه فبناء على هذا فكيف نكيف أو نكيف أو نصور ما لم نره ولكن الله سبحانه وتعالى أثبت لنا هذه الصفات فإذن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به حق فلابد أن نؤمن بأسماء الله وصفاته ولا نكيفها وهذا هو المعتقد السليم والمعتقد الحكيم فهو أسلم وأعلم وأحكم فهو معزع فهو معتقد سليم عليم حكيم والحمد لله وذلك فضل الله ونحمده سبحانه وتعالى أن هدانا له وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله ولا يستطيع أي واحد من أهل المذاهب في أسماء الله وصفاته أن يعترض على ما عليه أهل السنة والجماعة فهم يثبتون لله ما أثبته وينفون عن الله ما نفاه وفي نفس الأمر لا يشبهونه بشيء ولكنهم يثبتونه على ما يليق بجلاله وعظمته والكيف لا يكيفون أي شيء بل الكيف لا يكون إلا ممن أبصر ورأى فاستطرع أن يكيف ولم ير أحد منا ربه فإذن والحمد لله لا شك أن هذا هو المعتقد السليم نحمد الله أمن علينا بهذا المنهج السليم والله مستعاد اللهم أمين وجزاكم الله خير للجزاء متواصلين معكم ومع سلتكم أيها الإخوة هذا يسأل يقول بارك الله فيكم هل يجوز تحديد النسل وتنظيم النسل الله هذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء تحديد النسل هذا معارض لحكمة الله سبحانه وتعالى فنحن فالله سبحانه وتعالى حلق خلقه وهيئ من أسباب انتشارهم ما هيئ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول يعني يوجهنا إلى أن نتزوج الودود الولود ويذكر بأنه مكافر بنا الأمم مكافر صلى الله عليه وسلم بأمته الأمم فإذا هذا التعديد يصادم هذا التوجيه اللباني والتوجيه النبوي وبناء على هذا فقد اتجه مجلس هيئة كبار العلماء إلى تحريم تحديد النسل وأما تنظيم النسل بأن على كل حال وجدت مقتضيات المرأة بعد أن ولدت تحتاج إلى فترة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك لتستعيد صحتها وقوتها فهذا والحمد لله ميسر وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم الوسر ولا يريد بكم العسر فلا بأس أن تتناول من أسباب منع الحمل على سبيل التنظيم لا على سبيل قطع النسل لا بأس أن تأخذ ما يجعلها يعني ما يؤجل لها الحمل حتى تكون على استعداد لإعادته مرة ثانية فإذا القرار الذي صدر من هيئة كبار العلماء تحريم التحديد وإجازة التنظيم لمقتضاه والله آله أحسن الله إليكم معالي الشيخ عبد الله بارك الله فيكم لعلنا نختم بهذا السؤال السائل يقول متى تدرك صلاة الجمعة تدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة منها فمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة ومن لم يدرك شيئا منها أدرك سجود سجود الركعة الأخيرة أو أدرك التشهد أو التشهد لأنها ما فيها تشهد أول وثاني التشهد هو لأنها ركعتين فبناء على هذا فمن أدرك ركعة منها فقد أدرك الجمعة ومن لم يدرك ركعة منها فعليه أن يصليها ظهرا أربع ركعات وصلاة الجماعة وصلاة الجماعة كذلك تدرك بإدراك ركعة هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ويستدلون على ذلك مجموعة من أقوال رسولنا صلى الله عليه وسلم والتشهد أليس من مدركات الجماعة لا الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه بأن من أدرك ركعة فقد أدرك من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة وهذا يعني أن من لم يدرك ركعة وإدراك الركعة ما يكون إلا بإدراك الركوع وبناء على هذا فمن أدرك الركوع آخر ركعة في ركوعها فقد أدرك الجماعة ومن فاته الركوع الأخير فالذي عليه جمع من أهل العلم على أنه لم يدرك الجماعة وبعض أهل العلم يقول حينما يقوم حينما يدرك الإنسان ركنا من أركان الصلاة فقد أدرك الجماعة وقد يستدل هؤلاء بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا حينما نأتي إلى المسجد وقد مضى الركوع أمرنا كذلك أن نصلي مع الإمام أن نصلي إن كان ساجداً سجدنا معه أو كان جالساً بين السجدتين فكذلك أو للتشهد فبعض أهل العلم قال بأن هذا يدل على أن من يدرك شيئاً من ذلك فقد أدرك الجماعة ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن إدراك الجماعة لا يكون إلا بإدراك الركوع ركوع آخر ركعة منها والله أعلى جزاك الله خير يا شيخ عبد الله بارك الله فيك جعل ذلك في موازين حسناتك حفظكم الله وأنا على كلها أشكركم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أعسنه وأن يهيئ لنا لقاء آخر نسأل الله أن ينفعنا به وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأخوة والأخوات إلى هنا ونات إلى اختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوة وقد أجاب عن أسئلتكم مع علي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملكي جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسنات ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة